اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الدرجات المنخفضة لكن يمكن رفع التوصلية الكهربية لأي شبه موصل نقي قلنا اما عن طريق رفع درجة الحرارة او عن طريق التطعيم بعنصر خماسي او عنصر سلاسي نتج عن التطعيم بعنصر خماسي شبه موصل سالب نتج عن التطعيم بعنصر سلاسي شبه موصل موجب عندما يلتصق شبه موصل سالب مع شبه موصل موجب كون الوصلة السنائية وهذه الوصلة سمناها الديود وعرفنا انها بتمرر تيار كهربي كبير في التوصيل الامامي تمرر تيار ضعيف في التوصيل المعكوس واستخدمناها في تقويم التيار المتردد واتفقنا معهم ازاي نميز بين الوصلة السنائية وبين المقومة الكهربية جاهزين في التمام عايزين بنا نعمل منهاردة وصلة سلسية تحت اسم الترانزيستور قبل بس ما ناخد الترانزيستور هناخد تطبيق على اللي هو شبه الموصل من النوع السالب والنوع المجاب تطبيق بلورة بلورة سيليكون نقية بلورة سيليكون نقية تمام تركيز الالكترونات او الفجوات 10 قس 10 سنتيمتر سالب 3 اضيفة اليها عنصر الالامونيوم بتركيز 10 قس 12 سنتيمتر سالب 3 اول حاجة بقى مطلوب في المسألة رقم واحد او اليف بيقول لي ما نوع البلورة الناتجة بلورة السيليكون الناتجة عايز نوع بلورة السيليكون الناتجة نمر به احسب تركيز الالكترونات والفجوات رقم جيم احسب تركيز الانتيمون اللازم اضافته لكي لازم اضافته الى السيليكون لكي تعود الى ما كانت عليه من قبل يبعا عندي بلورة سيليكون نقية تركيز الالكترونات او الفجوات قال لي 10 قص 10 سنتيمتر سالب 3 اضيف اليها عنصر الامونيوم بتركيز 10 قص 12 سنتيمتر سالب 3 ما نوع بلورة السيليكون الناتجة انا الشائبة اللي انا ضفتها هو عنصر الامونيوم سلاسي التكافر هو ايه كده الاول معنى 10 قص 10 سنتيمتر سالب 3 ده تركيز اللوة مين ان اي تركيز بس حضرتك فضل لما يقولوا 10 سالب 10 سالب 3 اصدوا 10 قص 10 سنتيمتر في كل سنتيمتر مكعب ايه سنتيمتر مكعب سالب تمام بالزبط كده بذلك معنى الكلام ده انه كل سنتيمتر مكعب من السيليكون النقي من السيليكون النقي هي الشائبة اللي انا ضفتها للسيليكون النصر الامونيوم سلاسي التكافر تمام يبقى دي اطنوع الشائبة هنا بيتغيب عايز تركيز بقى الالكترونات والفجوات اول حاجة بيقولي بلوري تسيلكم نقية تركيز الالكترونات او الفجوات يبقى مديني هنا اول حاجة ان اي ان اي بتساوي 10 قص 10 سنتيمتر سالب 3 اضيفه الي عنصر الامونيوم بتركيز يبقى انك سيبتر سالب بتساوي 10 قص 12 احسب تركيز الالكترونات عايز اجيب الان بتساوي مجول وتركيز الفجوات بي بتساوي مجول بعد كده عايز اجيب احسب تركيز الانتيمون يبقى عايز اجيب الان دونر انا عشان اجيب الان بما ان ان بتساوي ان اي تربيع على انك سيبتر يبقى بتسالب بتساوي ان اي تربيع 10 قص 10 الكل تربيع على انك سيبتر 10 قص 12 يبقى الان 10 قص 8 سنتيمتر سالب 3 عايز اجيب تركيز الفجوات بي يبقى تركيز الفجوات بي بتساوي انك سيبتر يعني بتساوي 10 قص 12 سنتيمتر سالب 3 رقم جيم بيقول لي احسب تركيز الانتيمون اللازم اضافته الى السيليكون لكي تعود الى ما كانت عليه عشان انا اضيف الانتيمون لازم يكون تركيز الانتيمون مساويا لتركيز الانتيمون اي ان ان دونر بيساوي 10 قص 12 سنتيمتر سالب 3 ودي من ضمن التطبيقات على شبه موصل من النوع السالب تماما رئيس ناخد برضك مسألة تانية الرسم الموضح بالشكل يوضح توصيلة قهربية وصلة سنائية موصلة بمصباح قهربي على التوالي مع فرق جهد مستمر اكمل الرسم حتى يضيء المصباح وبعدين بيقول لي فسر سبب اضاءة المصباح ولو انا عكست التوصيلة ماذا يحدث مع فرق جهد مستمر اول حاجة عشان اكمل الرسمة دي لسه استاذ عزة اي للكلام ده اللي عندي دي اسمها وصلة سنائية ضيود يبقى ده القطب السالب وده القطب له مين الموجب يبقى لازم اوصلها توصيل امامي قلنا في التوصيل الامامي زي الاستاذ عزة ما قال بيقل جهد الحاجز ويقل المنطقة الفاصلة او المنطقة القاحلة ويقل فرق الجهد ويمر طيار يبقى كده ده توصيل امامي ويمر طيار كبير يعمل على اضاءة المصباح لو تعكس التوصيلة هي باسمه توصيل خلفي او توصيل عكسي في التوصيل الخلفي او التوصيل العكسي بيزيد جهد الحاجز ويزيد فرق الجهد وتزيد المنطقة الفاصلة ويكون طيار ضعيف لا يعمل على اضاءة مين المصباح اهو سيد عزة تماما رئيس نخش بقى على حاجة بقى اللي احنا لسه بنتكلم فيها اللي هو الدرس بتاعنا الترانزيستور الترانزيستور ما هو الا عبارة عند عن وصلة سلاسية تتكون من بلورة ان او بي رقيقة جدا محاطة بي بلورتين مختلفتين ام ان يكون عندي نرسم وبعدين دي كده بلورة ايه ده ترانزيستور ده ان ده بي ده ان هنا ده سي اي بي عندي بلورتين بلورة من النوع ترانزيستور من النوع ان بي ان او من النوع بي ان بي وكل منهما لا يختلفان في العمل يعني اللي اتنين دولت ما بيختلفوش في العمل الرمز الالكتروني للبلورة للترانزيستور اللي هو الان بي ان ده الرمز اللي هو الالكتروني بي موجب هنا موجب سي هنا سالب اي هنا الطيار اي بي هنا اي سي اي اي نفس الكلام برضك هنا هنا الطيار اي بي ده بي سالب سالب موجب هنا سي هنا اي هنا اي سي اي اي يبقى الترنزستر ما هو الا عبارة عند عنه وصلة سلاسية تتكون من بلورة رقيقة جدا من النوع او بي محاطة ببلورتين مختلفتين احدهما تعرف باسم الباعس متوسطة الحجم تحتوي على عدد كبير من الالكترونات ذات مقاومة صغيرة بعد كده عند القاعدة اللي هي البي القاعدة رقيقة جدا او بتبقى العرض بتاعها زغير بنقول رقيقة جدا بتحتوي على عدد كبير تحتوي على عدد قليل من الفجوات اما اللي هو المجمع سي بيكون اللي هو الحجم بتاعه او بيكون ذو حجم كبير بيحتوي على عدد قليل من الشوائب ومقاومته كبيرة ده بالنسبة لي الترانزوستر عايز بقى ازاي الترانزوستر يمرر الطيار القهربي اللي كأي تعلقات بالنسبة للترانزوستر عشان يمرر الطيار القهربي باخد القاعدة مشترك ازاي الترانزوستر ان بي ان اي سي القاعدة هنا مشتركة ده توصيل امامي ده توصيل عكسي او توصيل خلفي ده بي يبقى ده توصيل امامي توصيل عكسي او توصيل خلفي عشان يمرر الترانزوستر الطيار هتنطلق الالكترونات ده هنا توصيل امامي لسه قالين دلوقتي في التوصيل الامامي بيقل جهد الحاجز يعني بتقل المنطقة الفاصلة يعني المنطقة الفاصلة هنا او المنطقة القاحلة هنا ايمنان بتبقى mustache يقل المنطقة الفاصلة يقل جهد الحاجز المفروض هيملر طيار كبير فتوصيل الامامي بس نشوف دلوقتي هنا في توصيل خلفي في التوصيل الخلفي تكون المنطقة القاحلة كبيرة يبقى ده منطقة قاحلة او فاصلة بتبقى كبيرة فرق الجهد بيبقى كبير المقامة القهربية كبيرة المفروض يمر الطيار بيبقى ضعيف نشوف بعد عندما تنطلق الإلكترونات من الباعث عندما تنطلق الإلكترونات من الباعث إلى المجمع عندما تنتقل تنطلق الإلكترونات من الباعث تمر على القعدة القعدة تحتوي على عدد قليل من الفجوات فيحدث نوات انتشار يعني تنتشر فيها بعض الوقت إلى أن يلتقطها اللي هو مين المجمع كلما أقل طيار القعدة هيزيد عندي طيار مين المجمع في هذه الحالة أثناء الانتشار هتقضي نوة انطلق الإلكترونات من الباعث إلى القعدة تنتشر تقضي وقت فيه إلى أن يلتقطه اللي هو المجمع أثناء عملية الانتشار تستهل الجزء من طيار أو من إلكترونات الباعث حتى يتم الالتئام أو اللي هو التئام الفجوات ولذلك يكون طيار القعدة في هذه الحالة دائما أقل من طيار الباعث قلنا لأن جزء بقى من اللي هي الإلكترونات المنطلقة من الباعث على طول الفجوات تنتشر أو تاخد منها جزء حتى يحدث عملية الالتئام فيقل الطيار هنا بقى كلما قل طيار القعدة هيزيد طيار مين؟ المجمع في هذه الحالة IE هيساوي IB زائد IC IE قلنا ده باعث متوسط الحجم يحتوي على عدد كبير من الإلكترونات زائد مقاومة صغيرة القعدة باللورة بتبقى برضا تشبه موصل بتبقى رقيقة جدا تحتوي على عدد قليل من الفجوات أما المجمع قلنا مساحته بتبقى كبيرة عدد قليل من الشوائب مقاومته كبيرة نظرا لي أن القعدة بتستهل الجزء من الإلكترونات بتاعة الباعث فيكون طيار المجمع دائما أقل من طيار الباعث بنسبة ألفAE يبقى الألفAE بتساوي IC على IE ألفAE بنسميها نسبة التوزيع أو ثابت التوزيع تعرفها هي النسبة بين طيار المجمع إلى طيار الباعث عند فرق جهد أو عند سبوت فرق الجهد بين VCE يبقى نسبة التوزيع هي النسبة بين طيار المجمع إلى طيار الباعث عند سبوت فرق الجهد بين VCB VCB فرق الجهد بين VCB عندما يكون طيار القعدة يقل يزيد IC وتقترب الألفAE من الواحد الصحيح يعني تقترب الألفAE من الواحد الصحيح عندما يكون طيار القعدة أليل هيزيد طيار المجمع على طول الألفAE تقترب من الواحد الصحيح وقلنا لأن عندي نوة القعدة بتكون رقيقة جدا وتحتوي على عدد من الفجوات فتستهلك جزء من الإلكترونات الباعث حتى يتم التقامها فتقترب الألفAE من الواحد الصحيح ما معنى نسبة التوزيع 98% النسبة بين طيار المجمع إلى طيار الباعث 98% أو أقدر أقول يعني ذلك أن طيار المجمع يساوي 98% من طيار الباعث بس في حاجة أول أن أعايز أن أقولها إحنا قلنا الباعث إن قلنا الباعث ده بيحتوي يعني على عدد كبير من الشوائب ومساحة السطح صغيرة عشان كده المقاومة كانت صغيرة إذن هما يفهموا إن اللي بيحدد قيمة مقاومة البلورة مساحة سطحها ونسبة الشوائب عشان بدل ما يفتكروا إن في كده فرق بين مقاومة الموصل تتناسب بعكس ما مساحة مقطع المقطع هنا بقى أنا أصد مساحة السطح يبا أنا بركز إن الباعث باللورة سالبة ذات مساحة سطح صغير وعدد كبير من الشوائب تبقى مقاومة صغيرة تمام دا دا بأس قلنا القعدة زعرض صغير ملئة بالفجوات أنت قلتها جميل أوي أوي رقيقة جدا تحتوي عدد ضئيل من الفجوات كتب الكتاب زعرض صغير ومالئة بالفجوات دا مش معناته إن القعدة بها عدد كبير من الفجوات فعدد قليل من الفجوات لازم أن نعرف إن القعدة رقيقة تحتوي عدد ضئيل من الفجوات حلو كده تمام إيه رأيك لو وصلنا الباعث والقعدة لوحدهم أمامي الباعث لو وصلنا الباعث والقعدة أمامي توصيل أمامي وسبنا المجمع خالص ما كده وصلنوش إيه اللي حيحصل لو وصلنا الباعث مع القعدة أمامي المفروض راح تتنافر إلكترونات الباعث مع القطب السالم وتتجه نحو المنطقة القاحلة وأيضا تتنافر فجوات القعدة مع القطب المجب وتتجه أيضا إلى المنطقة القاحلة يعني راح تقترب حاملات الشحنة من بعضها البعض فبالتالي المنطقة القاحلة تقل والجهد الحاجز يقل تمام حيمره تار كبير ولا حيمره تار ضعيف ديها مهمة جدا حاضر رغم من النهاية رغم رغم من المقامة الكهربية قلت رغم من المنطقة القاحلة قلت والمجال الكهربي الداخلي قل لأنه عكس المجال الكهربي الخارجي والمقامة الداخلية أو المقامة قلت رغم ذلك حمر طيار ضعيف افرض قاله السبب قلنا إن القاعدة زد نفسها عريضة تحتوي على عدد قليل من الفجوات تستهلك جزء من طيار البعث حتى يتم التآمه تمام يبقى راح تبقى كده إجابة لأن القعدة بها عدد ضئيل من الفجوات فيلتأم بها عدد ضئيل من الإلكترونيات البعث يبقى عيسهم يقتنعوا الأول بحاجة أن طيار القعدة سوف يعتمد على عدد الفجوات التي توجد تمام حنقف على هنا معنا جلال من القاهرة يا جلال جلال هلو سلام عليكم يا جلال إزاي سلام عليكم أنت عامل إيه حبيبي الحمد لله وطي يا جلال التلفزيون شوية أيوة وانت تكلمني عشان أسمع صوتك ناشا تفضل حبيبي عندي بس وقالين كده اخدر بيقول لي في المولب الكهرابي البسيط تمام يعني عكس اتجاه الطيار تمام عندما تكون تفضل القوة الباسعة الكهربية المتولدة تساوي اختيارات بقى ايه بقى الاختيارات اللي اديها لك قيمة عظمة تمام ولا قيمة فعالة تمام ولا صفر تمام فيه سؤال بس تاني علم تفضل بيقول لي استوانة الحديد المطاوع تمام في الأميتر غير مقسمة إلى شرائح معزولة تمام مثلا انا عاز اجيب الاف وعايز اعوض عن السيتا اعوض عنها التلاتين بس انا صلاح لك حاجة بس ايه ام اف اللحظية ما هيش التلمة والستط ماكسمم تو بي اف تي وانت عايز تجيب تتردد تحلو هيا مثلا يعني القانون بتاع السيتا تو بي اف تي تمام انا عاز اجيب اف تمام اعوض عن السيتا التلاتين مثلا لو جاتلي بتلاتين ولا بنص اللي كنت بتاعتني نا اتعوض عن ستة نفسها تلاتين تلاتين تسوي تو باي اف تي وصل وعندك باي بمية وتمانين نعم تمام اجيب منها بالفريقونسي تمام سؤال ثانية رسمه علش اللي هو السؤال اللي جيفها لشنة تمانية ده نصر اللي هو بتاع الرسم اللي هي جاي قال لي عطاني رسمة وقال لي لو ايوه عارفها او اه ديها العايزة نصر يعني عارف اتدرب عليها وحلاها ازاي طيب حدربك عليها وحديك حاجات غيرها ماشا نصر بس انت تتبعنا بس انت حايا اسألك سؤال واحد بس نعم اول سؤال انت سألته هل يمكن يعني ام اف المتوسطة تمام ماشا وقاف در كاف العزمة وصفر تمام امتا الدينامو يديك قاف در كاف عزمة متى تكون قاف در كاف المستحسة في الدينامو عزمة بسيطة تسعين يعني لما يكون مستوى الملف في موازئ المجال يبقى بصفر لا بس يا جلال عندما يكون مستوى الملف في موازئ المجال تكون قاف در كاف المستحسة كما عزمة عندما يكون مستوى الملف عمودة على المجال تبقى قاف در كاف المستحسة صفر صح كده الأول كي تصبح قاف در كاف المستحسة في ملف الدينامو ماكسيما لابد أن يكون مستوى الملف في موازئ المجال وعشان تبقى قاف در كاف المستحسة صفر يكون مستوى الملف عمودة على المجال صح كده ماشا دولة حالتين مميزتين جدا انت سؤالك الأول بقول لك اختر كنت بتقول اختر ايه في المولد الكهرب البسيط ينعكس اتجاه الطيار هل يمكن ان ينعكس اتجاه الطيار وانا قيمته كما عزمة لا اكيد لما يكون صفر شكرا جاوبت الوحدك جاوبت انت الوحدك يا واد يا واد جاوبت انت الوحدك حلو تعال ابقى نسألك سؤال سألته انت تاني طبعا انت كلكم قاعدين سمعان انت كلكم قاعدين سمعان سألت سؤال بقى تاني انت قلت الاستوانة في الاميتر او في الجيلفانوميتر او في الفولتميتر او اي جهاز باعتمد على التأثير المغناطيسي للتالي كانت مقسمة ولا غير مقسمة لا الجيلفانوميتر الجيلفانو في الاول لا غير مقسمة بالتالي الاميتر الفولتميتر الاميتر تب غير مقسمة صح بالتالي اصبح في جميع الاكهزة التي تعتمد فكرة عملها على التأثير المغناطيسي للتيار بتب بالاستوانة مقسمة ولا غير مقسمة حضرابك يلا بقولك في جميع الأجهزة التي تعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار لا كانت غير مقسمة كلهم يعتمدوا على سبوت المجال المغناطيسي وكلهم بيقسوا تيار نوع ايه التيار المستمر شكرا والتيار المستمر المجال المغناطيسي المصاحب له سابت او متغير المجال المصاحب له سابت يبقى اذا انا بالتالي مش هيتولد عندي تيار دواني يبقى ليه نعملها على شكل شرائح نعملها على شكل شرائح ولا لا شكرا اذا ايه يبقى الاجابة لانه بيعتمد في فكرة عمله على سبوت المجال المغناطيسي صح وسبوت عزم الازدواج صح ماشي انا اقول له فكرة عمله ايوه جميل فهمت يا ود اه ماشي ماشي شكرا فاضل لك اسئلة تانية شكرا مستر طب حسلك سؤال ايه رأيك في الترانزستور ما دور القاعدة فيه يعني هي القاعدة فيه لازمتها ايه فيديتها ايه حلويتها ايه احنا ممكن نشيلها ولا نقليلها ولا اعمل فيها ايه الآن القاعدة في الترانزستور اه يا ود طب وظيف لا ما ننفعش اشيلها مستر اه طب رأيك لو انا بتنشيلها لا ما ننفعش اشيلها اكون برافو عليك ننفعش اشيلها جلال جلال قال كده كده ما ننفعش اشيلها طيب ايه دورها بقى عشان اصلا انا مستر انا ما بتيجي تنتقل الالترونات من الباعث اللي هو السالب ان ايه سمع بتعدي على القاعدة بتعدي على القاعدة تمام بتنتشر فيها شوية يعني بعد الوقت وبعطيها بتروح ايه للمجتمع هو المجمع عزي هو اللي يلتقف تمام يعني انت اصدق تقول هي بتعمل عملية انتشار للالكترونات اللي رايحة من الباعث لها صح طب ايه دور عملية الانتشار دي انا وانت ابو جلال انا وانت اروح ايقول لهم اي بقى مش هو المجمع هيجزب الالكترونات دي ايه اللي هو المجمع ايه لما انا اديله جوده موجب هيجزب الالكترونات معاك حدوث الانتشار في القاعدة هيزود فرصة جذب المجمع لهذه الالكترونات ايه وده اللي بيزود تار المجمع يعني انت بعدت الالكترونات الى منطقة ديئة منطقة عرضها صغيرة الالكترونات مشكلتها تتنافر مع بعضها البعض فالالكترونات لما تروح القاعدة هتريح شوية تمام راح تقف فترة وقف الفترة دي يسهل على المجمع ان هو يجزبها تمام عايز بقى يا جلال بصي لي عايزك تبقى عارف انت وكل زميلك لما الالكترونات بتتنقل من الباعث تروح القاعدة بتبقى ما بين نارين نار ما بين نارين انا هخش الفجوات ولا هاخدني المجمع اللقا دي بتضي فرصة المجمع ان هو يجزب الالكترونات فهمت يا جلال ايو بشكرك بشكرك حبيبي جدا ربنا وفاك انت وكل زميلات بص بقى مستر ابراهيم لو احنا وصلنا الباعث والقاعدة اماميا حيمر طيار ضعيف رغم من التوصيل امامي ورغم الجود الحاجز قليل ورغم المقاومة الكهربية قليلة تمام حيمر في القاعدة طيار ضعيف لان القاعدة بعض الضئيل من الفجوات ايه خصائص الدائرة دلوقتي ان اصبحت المقاومة في دائرة الباعث القاعدة صغيرة المقاومة صغيرة ده نركز عليها المقاومة صغيرة ايوه الجود الحاجز صغير تمام يمر في القاعدة بقى طيار ايه ضعيف اذا شد التيار القاعدة هتعتمد على نسبة الفجوات برضو عايزين نركزوا في حاجة ان الالكترونات لما راحت القاعدة حصلها القلق ده يعني سرعتها بقت ايه قليلة سنة فده يده فرصة لليه مجمع انه يعني اللي عمل متجز اذا شد التيار المجمع سوف تعتمد على عدد الالكترونات اللي بياخدها من مين من القاعدة يبقى اللي بيحد التيار المجمع هي الالكترونات اللي بياخدها من القاعدة عملية اخذه للالكترونات من القاعدة اللي بتحد التياره دي بتعتمد على عملية الانتشار عايزين نشبه لهم بحاجة كأن الالكترونات وقفت شوي هم عارفين إن أي جسيم سرعته صغيرة يسهل جذبه أي جسيم سرعته كبيرة يسهل جذب تمام تفضل حضرتك بعد كده هنخدنا لها نسبة التوزيع لها ألف أيه بتساوي قلنا لها النسبة بين طيار المجمع إلى طيار البعث عند فرق الجهد اللي هو الVCB قلنا ما معنى نسبة التوزيع في الترانزيستور 98 من مية يبقى قلنا نسبة بين سرعة النسبة بين طيار المجمع إلى طيار البعث عند ثبوت فرق الجهد بين الVCB أي سهو 28 من مية نخش بقى نشوف اللي هو الترانزيستور استخدام الترانزيستور كمكبر وبيعتمد هنا كمكبر على القعدة يعني بيعتمد على طيار القعدة ذات نفسه مشتار البعث يبقى هنا هناخد اللي هي القعدة البعث عامل مشترك هناخد البعث عامل مشترك ولكن هنا في التجبير بيعتمد اعتماد كبير جداً على طيار مين قلنا القعدة كل ما يقل طيار القعدة هيزيد طيار اللي هو مين المجمعة وقلنا نوت يعني أي إشارة صغيرة كهربية اندخلها في القعدة يظهر تأثير كبير جداً في المجمعة يبقى الـ IC كبير بالنسبة عندي نوت ممكن نجيب الـ IC هنا وبقى يبقى الـ IC هيساوي ألفة E مضروبة في IE معك اوكي تمام أيوة تمام تفضل هتلقات لي برضو الورقة سنة تحت شغل أيوة تمام كده يبقى الـ IC بتساوي ألفة E مضروبة في IE تمام بص الحد دي كبير فوق 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 من الاجتماع فوق من عندي الاجتماع تمام اوكي زال فل عايز اجيب بقى الـ IB هنا يبقى الـ IB هيساوي IE ناقص IC الـ IC بتساوي ألفة E في IE تمام نعود تعويض مباشر يبقى الـ IB بيساوي IE ناقص ألفة E في IE أخذ الـ IE عن مشترك هتفضل واحد ناقص ألفة E تمام ده اللي هي الـ IB ولكن بقى الـ BtE اللي هي نسبة التكبير هتساوي IC على IE IB بالتعويض يبقى الـ IC يبقى الـ IC عشان لحط قمتها من فوق اللي هي بتساوي لي ألفة E في IE على IB IB اللي هي IE مضربة في واحد ناقص ألفة E أطير IE مع IE يبقى عندي ناوة BtE اللي هي نسبة التكبير بتساوي ألفة E على واحد ناقص ألفة E ودي دائماً بتكون أكبر من الواحد الصحيح تمام هنا نسبة التكبير بيجي سؤال مثلاً يقول لي ما معنى أن نسبة التكبير في الترانزيستور عشرة أن النسبة بين تيار المجمع تيار المجمع إلى تيار القاعدة بسبع عشرة عند سبوت فرق الجود بين الـ VCE تمام يعني هنا أنت عايز توصلنا أن أصلاً القصة كلها في الألفة E كل ألفة E ما تقترب من الواحد الصحيح كل نسبة التكبير ما تزيد إذاً روح الترانزيستور كمكبر في قيمة الألفة E الألفة E دي عمرها ما تساوي واحد لا هي تقترب من الواحد تقترب من الواحد تمام من اللي بيحدد كمت الألفة E قاعدة عرض القاعدة وما تحتويه وما يحتويه من فجوات ولذلك أنا لما أكتب إي سي بتساوي ألفة E في أي إي حيث ألفة E نسبة التوزيع أو سابت التوزيع أو بفضل نسمع نسبة التوزيع نسبة التوزيع تماماً كلما قل عرض القاعدة وكلما قلت عدد الفجوات حاضر كلما تقترب ألفة E من الواحد الصحيح فتزيد القدرة على التكبير تماماً يعني أنت وصلنا كده أن الترانزيستور بيستخدم فيه تكبير القدرة العربية حاضر ماشي حاضر يعني الأولي بهم فاهمين حاجة مهمة قوي قوي أنه كلما قل عرض القاعدة وكلما قلت نسبة الفجوات فيها كلما قل عدد الفجوات كل ألفة E ما تقترب من الواحد الصحيح ألفة E تقترب من الواحد الصحيح على الفكرة ده معناته أن IC كبرت يبقى ال-I-B-B-L تمام يبقى ال-I-B-B-L يبقى كلما قل طيار ال-I-B يزيد ال-I-C وتقترب الألفة E من الواحد الصحيح وده ولذلك لو قال له علّل صغر حجم القاعدة أنا عازة أصله كده ليه القاعدة زعاردة صغير ليه القاعدة بها عدد ضئيل من الفجوات أو ليه الألفين لا تسوي الواحد الصحيح بالضبط حقول له بقى الفكرة كلها تمام الفكرة كلها أنه لما يقل عرض القاعدة إيهل نسبة الفجوات اللي فيها حيقوله بقى اقترب ألفين من الواحد الصحيح فبالتالي يزيد ال-I-C لما ال-I-C يزيد ال-I-C ده اسمه تار الخارج تمام وبعدين ال-I-B ده اسمه تيار الداخل تمام ليه؟ لأن التيار الالكترونات اللي سقطت اللي عملت الالتقام مع فجوات القاعدة هي راحت فين؟ هي راحت فين الالكترونات دي؟ بترجع تاني الباعث ترجع اه ممكن أخدها؟ بالضبط أنا ممكن أخد التار ده أممكن أضيف عليه إشارة تمام؟ يبقى إذا تم ها توصيل إشارة مترددة صغيرة في القاعدة تنتق مكبرة في المجمع تلك فكرة عمل الترانزيستور كمكبرة أو الفكرة للمال الترانزيستور هو التحكم في طيار القاعدة عن طريق التحكم في طيار المجمع عن طريق طيار القاعدة بالضبط وده من سميه معارب باسم فال الترانزيستور تمام يبقى إذا إيه المحتوى العلمي اللي جوه دماغة الطلبة دي دلوقتين لو أنا وصلت البعث والقاعدة لوحدهم أمامي مر تيار ضعيف رغم المقامة صغيرة لما وصلت المجمع مع القاعدة مع كوس هالفكرة مر تار كبير رغم إن وجود الحاج الزاد ورغم إن المقامة القاعدة زادت تمام كده يبقى عارفين التوصيل اللي أنت حضرتك عملتها دي معناها إن عندك وصلت كم وصلت نين وصلت البعث القاعدة وصلت المجمع القاعدة وصلت البعث القاعدة دي مقامة صغيرة جودة حجز صغير مجال كرابي داخلي صغير تمام أما وصلت القاعدة إيه المجمع كان الجودة لحاجز كبير إبقى كانت المقامة كبيرة إحنا هنا بقى عملنا حاجة غريبة قوي خلينا مقامة كبيرة مش فاتيار كبير وخلينا مقامة صغيرة مش فاتيار صغير تمام لما نيجى أنا أشغل الترانزستور أنا المفروض الجهاز المرات تشغيله بحطه في دايرة المجمع فيمر في الخارج تمام وبعدين أنا ندخل بقى الإشارة في دايرة مين؟ البعث القاعدة المدخل البعث القاعدة ده يعني مدخل الترمن اللي هي قاعدة بتشغيل إيه ترباية في عار بيقول لي ترنزيستر مثلا.. ترانزستر إذا كانت قيمة ألفا إي بتساوي 98% وطيار القعدة اللي هو الإي بي يساوي مثلا 20 مايكرو أمبير المخلوب أثبت طورا وانت كامل زي ما انت كامل زي ألفا اللي كان أيوة أيوة لا طلع من فوق شمال فوق شمال لا أرجع تاني من كده من فوق معرف من من إيش كمال بس تمام 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 ماشي زي 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 بيطلب مني أول حاجة رقم ألف يبقى ترانزستر إذا كانت قيمة ألفا إي 98% وطيار القاعدة 20 ميكرو أمبير أول حاجة طلبها مني بيقول لي هاتلي بيتا إي نسبة التكبير تمام نمرة به طلب مني طيار المجمع رقم جيم عايز طيار البعث بيتا إي بيساوي لسه جاي بينها اللي هي ألفا إي على واحد ناقص ألفا إي تمام ألفا إي هو مداني في المسألة قال لي 98% على واحد ناقص 98% تطلع البيتا إي نسبة التكبير ب49 تمام عايز طيار المجمع وهو مديني طيار وهو أصلا مديني طيار القاعدة زي الفل يبقى عجيب أنا بقى طيار اللي هو مين المجمع بما أن أنا عندي بردك اللي هي البيتا إي بيساوي آي سي على آي بي نجيب الآي سي تمام يبقى طرفين فواسطين يبقى الآي سي بتساوي بيتا إيف آي بي يبقى بتساوي بيتا إي اللي نحن لسه جايبنا بتسعة واربين في طيار القاعدة اللي هو مدوني مديني بس هنا أخلي باله والطلبة تخلي بالها من الوحدات رجاء من جميع الطلبة أثناء الامتحان أركز جدا في الوحدات تمام هنا مديني 20 مايكرو أمبير يبقى أنا أحاول من الصغير الكبير لما أجي أحاول من الصغير الكبير أضرب الإشارة بالسالب أما من الكبير للصغير أضرب الإشارة بالمجر يبقى من المايكرو أمبير إلى الأمبير أضرب في عشرة سالب ستة هيطلع الناتج اللي عندي تسعة وتمانية من عشرة في عشرة سالب أربعة ويبقى دوة أمبير عايز أجيب بعد كده ألي هاتلي طبعا لو طلع الإي سي عادي تمام طلعوا بالميل وكراح كاتب مايكرو أمبير عادي ياخد الدرج عادي ياخد الدرج زي ميت ياخد الدرج بس هو الطيار على طول معروف أنه بيقاس بالأمبير ولو كاتبها مايكرو أمبير صح يعني هو يطلع زي مية زي مهم الدهال فكده الحالة دي بلاش يحول عادي عادي بس يطلع هو مايكرو أمبير طبعا أجيب بعد كده بقى عايز طيار اللي هو الباس طيار الباس اللي هو عبار عن الإي أنا عندي بردك نفس القانون ألف إي بتساوي آي سي على آي إي آلف إي تتناسب تناسبا عكسيا مع آي إي آلف إي أتناسب عكسي أطلع آي إي بره يبقى عندي آي إي هيساوي آي سي على آلف إي يبقى بتساوي آي سي إحنا جايبنا فوق تسعة وتمانية من عشرة في عشرة سالب أربعة على آلف إي آلف إي إحنا جايبنا مدين هالو اللي هي تمانية وتسعين من مية يبقى آسم اللي اتنين على بعض يطلع لي آي إي بتساوي عشرة سالب خمسة أمبير طيب أنت كده طلعت طيار البعث كام طيار البعث عشرة سالب خمسة طيار طيار المجمع تمانية من عشرة فعشرة سالب أربعة تمام اللي هي كانها تمنع عشرة سالب خمسة هيا هيا تمام طيار القاعدة كان كام طيار القاعدة مجمع 20 مايكرو أمبير تمام يعني اتنين فعشرة سالب خمسة جمعتم على بعضهم مكان أسهل يقول تيار البعث سوى طيار القاعدة زي ترم اي اي زي الفل في الامتحان لازم برضو عشان الطالب يعرف زي الفل رائع رائع جميل جميل جدا نشوف الترانزيستور ازاي يعمل كمفتاح تمام عشان يعمل كمفتاح يبقى البعث هنا مشترك دب رب أريد أن أستخدم الترانزيستور كمفتاح ONWOF تمام لو أنا هنا عندي ممكن هنا طبعا أطلب أخذي قانون كروشوف تمام ممكن أطبق قانون كروشوف تمام قانون كروشوف القوة الدفع قهربية للمصدر تمام بتساوي المجموع الجبري لفروق الجهد عبر عناصر الدائرة الخارجية زي الفل أجي نقط بالنسبة للRC ممكن ننوّق كده ده V1 وهنا ده كده كل ده يبقى عبارة عند عن V2 تمام أطبق قانون كروشوف يبقى VCC يبقى VCC بيساوي V1 زائد V2 زي الفل يبقى VCC بيساوي V1 هو عبارة عند عن IC في RC زائد V2 VCE E ده وتنوّق ده متوسط بالأرض تمام يبقى بسفر صح فرق الجهد بتاعه بسفر يبقى VC يبقى VCE بيساوي VC V ناقص VE ولكن VE بيساوي كام سفرة يبقى VCE بيساوي VC تمام يبقى عندي نوت VCC هيساوي IC RC زائد VC تمام المعادلة ده بقى كده أستاذ عزة مهمة مهمة جدا تمام مهمة في إيه بقى عندي هنا لو بصيت للمعادلة ألاقي VC دوت بيتناسب تناسبا عكسيا مع الـ IC عند ثبوت الـ RC تمام ومن هنا ده بقى أقدر أستخدمه بقى كمفتاح أم ووقف من هنا من العلاقة ده تمام يبقى هنا الـ VC تتناسب هي علاقة عكسية بينها وبين الـ IC عند ثبوت الـ RC تمام يبقى هنا لو أنا وصلت القاعدة دية الـ ALP بجهد موجب يزيد أو هي تعمل عملية جذب إلكترونات الباس وتنجذب هذه الإلكترونات عند القاعدة ويزيد عملية الانتشار لما تزيد عملية الانتشار عند القاعدة هنا هيزيد قيمة الـ IC اللي هو طيار اللي هو مين؟ مجمع مجمع اللي هو الخارج هيزيد الـ IC لما يزيد الـ IC يزيد قيمة IC RC تمام وتقل لنا الـ VC تمام اللي هي عبر عن الـ VCE تمام ويكون فرق الجهد بين الـ VCE صغير تمام وتكون المقاومة صغيرة ويكون المفتاح قن ولا يضاء المصباح لو حطيت مصباح كرابينا تمام يبقى داوت المفتاح قلمة تمام لو قف احنا كلنا ما هو هو نفس الرسمة تمام بس هنا هخلي الجهد نوت بالقاعدة مين سالب تمام يعني دا سالب ودا موجب تمام بس كده تمام احنا لسه بنقول ان في علاقة عكسية ما بين الـ VC والـ IC تمام يعني هنا بقى IC تسأولي سفر اه الـ IC هنا في هذه الحالة هي سأولي سفر وتبقى الـ ICRC تبقى منعجم يعمل سفر خالص في هذه الحالة يكون الـ VCE كبيرة والـ VC سأولي الـ VCC والمقاومة كبيرة ويعمل في هذه الحالة كمفتاح UF ويضع المصباح القرار تمام UF يعني لا يمرر تيار لا يمرر تيار ورغم ذلك المصباح يضيق المصباح يضيق تمام يعني انت قلت UN المصباح لا يضيق UF المصباح يضيق وتلك صفات العكس اه ايوه تمام ماشي طب اذا ايه بقى يعني ايه بقى اللسه اللي ممكن تيجي تيجي هنا ايه وضح بالرسم كيف ممكنك استخدام الترانزيستر كمفتاح UN و UF تمام يعني انت عايز تقول لهم لو قلت ارسم ترانزيستر في الوضع UN يبقى انا حرس موصل القعدة بالقود بالمجب تمام جهد مجب بالزبط جهد جهد مجب لو كان UF وصلت بجهد ايه جهد سالب تمام طب هل الجهد الحاجز له دور في عامل كمفتاح UN وكاد مفتاح بقف يعني يعني هو انا لما انا وصلت القعدة مجب تمام ايه وضع الجهد الحاجز وهو وضع طريقة التوصيل اولا رائع جدا جدا مستر ابراهيم انك وضحت حتة مهمة اوي ان المفتاح UN المصباح لا يضيق لا يضيق ده مهمة اوي وقف المفتاح يضيق وبالتالي اعزائي ساعدنا بكم الحلقة دي وصلنا الى نهاية الحلقة انتظرونا بعد نصف ساعة تكميلة حلقات الفيزياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرفتك اشتركوا في القناة